السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله حلنا التقييمات الأسبوعية والأداء الصفي النهاردة إن شاء الله نحل الواجب المنزلي الخاص بصف الثاني ثانوية للأسبوع رقم 8 يلا بنا نبدأ هنا بنقول اقرأ ثم أجب ونصيحة في الصدر صادرة لكم ما دمت أبصر في الرجال وأسمع أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطي الرغائب من يشاء ويمنع وببر والدكم وطاعة أمره إن الأبر من البنين الأطوع إن الكبير إذا عصاه أهله ضاقت يداه بأمره ما يصنع ما معنى الرغائب في البيت الثاني أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطي الرغائب الرغائب بمعنى العطاء الكثير الرغائب بمعنى أي أن الله سبحانه وتعالى يعطي العطاء الكثير بما ينصح الشاعر في الأبيات طبعا هتشرح الأبيات هتقول ينصح الشاعر بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى والامتثال لأوامر الله وبعد ذلك طاعة الوالدين لأن طاعة الوالدين واجبة بعد طاعة الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يبر الإنسان والديه حتى يعني تنعم الحياة ويرضى الله عنه بس كده بعد كده ما علاقة البيت الأول بما يليه من الأبيات هو يا جماعة في البيت الأول إيه قال ونصيحة في الصدر صادرة لكم طيب يا سيدي أدى النصيحة اللي هو أتكلم عنه بعد كده قال إيه بعد كده قال أوصيكم بتقال إله فده رقم واحد ده النصيحة رقم واحد رقم اتنين وببر والدكم يبقى ده النصيحة رقم اتنين إذن رقم واحد واثنين ده تفصيل للنصيحة اللي هو قال عليه ده تفصيل للنصيحة اللي هو قال عليه يبقى انا عندي نصيحة جت في الاول بعد كده تفصيل للنصيحة العلاقة هنا هتكون ايه هتكون تفصيل بعد اجمال طب هو بقى بيسألك بيقولك ايه ما علاقة البيت الاول بما يليه البيت الاول هو الاجمال فهنكتب له اجمال كده بعده تفصيل تمام لانه قال البيت الاول فخلاص هنقوله البيت الاول ده اجمال والذي يليه تفصيل طب ايه علاقة البيتين دول بالبيت الاول تفصيل بعده اجمال بعد كده بيقول استنتج من خلال الابيات السابقة اثر الاسلام على الشعر في الالفاظ والمعاني طبعا المفروض ان انت مذاكر الكلام ده كويس هنقول يا جماعة هنقول سهولة الالفاظ ده بالنسبة لي الالفاظ سهولة الالفاظ والبعد عن الغريب النابي منها رقم اتنين اتفاق المعاني مع روح الاسلام يبا انا عندي كده دول ياسي دي هم الحكتين او هم السمتين اللي هو عايزهم من حيث المعاني ومن حيث الالفاظ بعد كده بيقولك حدد التورية في الابيات التالية وبين المعنى البعيد طالنا هو عايز المعنى البعيد احنا نجيب القريب والبعيد قالك هنا ايه يقولون ان الشوق نار ولوعت فما بالو شوقي اصبح بارد شوقي يا جماعة هي اللي فيها توري وسهلة جدا طبعا طيب المعنى القريب ايه والمعنى البعيد ايه ركز معايا كده المعنى القريب اللي هو شوقي بمعنى اشتياقي والمعنى البعيد اللي هو شوقي اسم الشاعر تمام يبه هو ده المعنى القريب وده المعنى البعيد نفس الكلام اودعت انسانا وكلبا وديعة فضيعها الانسان والكلب وحافظه حافظ دي بردو فيها تورية المعنى القريب حافظ بمعنى محافظ وصائن للامانة والمعنى البعيد اللي هو عايزه اسم الشاعر او اسم شخص اسم نفسه حافظ طيب يلا بنسين ثلاثة من قصة واسلام يقولك ايه اطمأن بالصبيين المقام بدمشق عند سيدهما الجديد الشيخ غانم المقدسي ونزل في قصره الكبير بدرب القصاعي تحيط به حديقة غناء حافلة بالكروم واشجار التين والتفاح والزيتون وكان الشيخ غانم المقدسي من اعيان دمشق ووجه ايه المعدودين يعني كان راجل ذهيب وقار وعنده من الاملاك الكثير والكثير له املاك كبيرة وضياع واسعة ورث عن اباء وكان رجلا طيبا يحب الصدقة ويحضر مجالس العلم وقد كبر في السن تمام ولم يمنسم له من الاولاد او من الولد الا ابن يدعى موسى كان قد انفق في تربياته الكثير والكثير ولكن بيقولك هنا انفق في تربياته وتهذيبه كثيرا من المال ليجعل منه رجلا صالحا يخل الذكره ويخلفه في بيته المجيد ولكن موسى اخلف ظن ابيه فيه فنشأ فاسد الخلق ميالا الى الله ومخالطة عشراء السوء من الفتيات قالك لماذا اهتم الشيخ غانم المقدسي بتربية ابنه موسى طيب الاجابة هي سيد اهو تمام ليجعل منه رجلا صالحا ويخلفه في بيته المجيد هي دي الاجابة طيب من خلال الفكرة بين اثر الاصدقاء على سلوك الانسان الاصدقاء تسحب الرجل في اتجاهها فان كانوا اخيار يعني ضلوه اه ان كانوا اخيار اه دلوه ووجهوه الى طريق الخير وان كانوا اشرار فسده ضلوه الطريق ووجهوه الى طريق الشر والضيعة بس لخص الفكرة فيما لا يزيد عن سطرين هتلخص الفكرة هتقول ان الصبيين اقام في دمشق عند رجل كريم هذا الرجل له ابن تمام هذا الابن كان ابن غير صالح كان ابوه يتمنى ان يكون صالح حتى يخلفه من بعده ولكنه نشأ فاسد نتيجة لاختلاطه بأصدقاء السوء بس بعد كده بنقول ايه قال تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكونن من الصغرين وعايز اعراب لمتنني واعراب لا يسجنن نركز كده مع بعض لمتنني يا جماعة لا مدى فعل ماض ولكن هنا هيبقى فعل ركز معي عراب جميل او فعل ماض لم تنني لم لم حرف الميم على السكون يبقى فعل ماض مبني على السكون وعندك ده ضمير الايه ده ضمير الفاعل تن ضمير مبني في محل رفع فاعل رفع فاعل تمام وعندك النون نون الوقاية وعندك الياء ده ضمير نصب يا جماعة متصل بفاعل فيبقى ضمير فيبقى ضمير مبني في محل نصب مفعولهم به ضمير مبني في محل نصب مفعولهم به طيب بعد كده عايز اعراب لا يسجنن طبعا اللام لام القسم فيبقى الفعل ده فعل مؤكد بالنون وجوبة والفعل هنا كده هيبقى متصل بنون التوكيد فعند يسجنن او يسجن هيبقى فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد